في إطار استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي الجديد أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس أنه لا مشكلات تذكر في عملية الاستعداد للعام الدراسي الجديد وأن الوزارة تعمل على قدم وساق من خلال تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات توفير متطلبات الاستعداد للعام الدراسي الجديد كمتابعة الانتهاء من طباعة الكتب وإنشاء الفصول الدراسية الجديدة وأعمال الصيانة الجدرية وكذلك الجزئية في المدارس جاء هذا التصريح على هامشي حضور الوزير حفل اختتام الدورة التدريبية الأربعين لطلبة المرحلة الثانوية والجامعية والتي أقامها معهد الكويت للأبحاث العلمية قطعنا شوط كبير في توفير الكتب إلى المدارس هناك مشاكل فيما يتعلق فيما يتعلق في العقود الصيانة واجهنا مشكلة والآن نسابق الزمن في توفير هذه العقود خاصة عن طريق العقود المواشرة